بلشت اليوم جولة مفاوضات غير مباشرة جديدة بالدوحة بين حماس والوفد الإسرائيلي بعكس أجواء التفاقل اللي اتروجت قدر نتنياهو يفخخ المفاوضات قبل ما تبلش بالوقت اللي كان الوفد الإسرائيلي الأمني عم يتوجه للدوحة نزل نتنياهو بيان أعلن فيه عن شروط بتطيح بالمفاوضات الوفد الإسرائيلي ما عرف بالبيان إلا بعد صدوره واعتبروه عضاء الوفد ضربة حتصعب مهمتهم بالتوصل لصفقة رفض نتنياهو بيانه أي صفقة ما بتسمح لإسرائيل بالسئنة في الحرب بعد المرحلة الأولى من وقف النار وعم يشترت عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا وممارنة ساريم بوسط وجنوب القطاع حتى يظل قادر يتحكم بحركة الفلسطينيين ونوعية السلع اللي عم تفوت من مصر وحط نتنياهو فيتو على إطلاق صراح ميت فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية ومنهم كبار قادة الجهاد وحماس والجبهة الشعبية للتوازنات السياسية بإسرائيل بتفسر بيان نتنياهو الاستباقي سموتريتش و بنكفير عم يذكروا نتنياهو أنه نهاية الحرب بتقدي لانسحابه من الحكومة وسقوطه يعني انتخابات مبكرة وانتهاء الحياة السياسية لناتنياهو من جهتها عكست حماس كمان الأخبار اللي طلعت آخر أسبوع واللي أوحت أنه حماس متجهل التنازل عن موقفه فرجعت حماس وأكدت على تمسكها بأهم شرطين جدول زمني بيضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وضمانات مكتوبة بتأكد عدم استكمال الحرب بعد المرحلة الأولى من صفقة تبادر رهائن والأسرة وبهيك الشروط مستحيلة نعمل صفقة بين نتنياهو وحماس خصوصا أنه نتنياهو قال علنا أنه غاية التفاوض اطلق صراح الرهائن واستكمال الحرب لتدمير حماس من بعضها ترجمة نانسي قنقر